موسيقى 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 داتج مواصفات عالية وتتمكن من جودة الحياة وأيضا تستجرب المواصفات للتنمية المستدامة إضافة أننا عدد المشاريع الأخرى في مستويات أخرى في المجال التقافي في المجال الرياضي نجزنا أشغال تتعلق بعض الملاعب نحن الآن بصدد تهيئة شاملة أيضا للمسباح الجماعي القديم بمبلغة التي تتجاوز 600 مليون سنتيم وأنجزنا باتفاق تشارك مع أحد الخواص ومسباح الجماعي أيضا جديد وسيفتح أبوابه إن شاء الله في السنة المقبلة لأن تشتغلوا على التهيئة ديال المحيط دياله كما أننا حاولنا أيضا أننا بالإضافة لمجالات التقافية والرياضية والاجتماعية والبنية التحتية وتأهيل الميزانية وتأهيل ديال المدينة سواء داخل الأسوار أو خارج الأسوار حاولنا أيضا أننا نستقطبوا استثمارات أجنبية للمدينة وفي هذا السياق هذا كان مفاوضة جارية مع شركة كورية من أجل الاستثمارات بالمدينة والمفاوضات في مرحلة متقدمة ونتمنى أن هذه المفاوضة تنجح لأن هذه النجحات ستتمكن 1-300 شاب من أبناء المدينة سوف نوفر لهم مناصب شغل وهذا سيكون إنجازا كما أننا بصدد أيضا الآن بصدد الإعداد لتنظيم ملتقى وطني حول الاستثمار كما أننا أيضا في الأيام القليلة المقبلة سنستطدف شركة لتدخذ في الجانب ترحيل الخدمات بالخصوص مراكز للنداء التي ستزور مدينة تزديد وسنضع رهنا إشارتها عقار من أجل أن تستثميرها بالمدينة وفي الثلاث سنوات الأخيرة أيضا المدينة لم تكن جامدة في المجال التنمية الاقتصادية وحد العدد الشركة استثمارت في المدينة بالخصوص الشركة في المجال للسيارات كين الشركة هونداي كين الشركة أوتوهول كين الشركة رونو وشركة أخرى قادمة إن شاء الله إلى المدينة فتقريبا باختصار شديد هذه بعض المعالم وهي قليلة مما أنجزناه إضافة العمل اليومي للمدينة حول أننا نقوم بعمل تحديث واسع الإدارة الجماعية بحيث أننا أحدثنا فضاء للإستقبال وأحدثنا أيضا مكتبا خاصا بتلقي شكايات المواطنات والمواطنين بحيث اتخذنا قرارا مهما وهو أنه أي شكاية ديل أي مواطن تدخل الجماعة ما خصهاش تدوز هناك ترون 15 يوم وخصنا نجاوبه هذا المواطن في غضون أقصى حد هو 15 يوم أما المفرض أننا نجاوبه في قل ولكن مدام أن الأمر أحيانا تطلب شوية ديل الباحث شوية ديل المشاورة فإننا سنقلصه سنعمل على تقلص هذا الأجل في الفترة المقبلة لأن الهدف ديلنا الرئيسي هو خدمة المواطنين وأيضا تقريب الخدمة من المواطنين ونقلصه مما يسمى بالبيروقراطية الإدارية التي تعتبرها أحد المعيقة للتنمية لا شيء غير في تزيت ولكن في بلدنا كلها دبال إكرهت كان إكرهت بعضها إكرهت في الجانب المالي بالخصوص أن التقل ديل الأحكام القضائية وهذه الأحكام القضائية دعاوة القضائية المرفوعة عدد الجامعة أغلبها مرفوعة بسبب الاعتداء المادي على أملاك الغير والتي ترجع إلى سنوات خلات كانت يرجع إلى عشر سنين، ثمان سنين، ست سنين، سبع سنين لغير ذلك وهذه تتقل كاهل الميزانية ولكن ولله الحمد لله حد الساعة استطعنا أن نتغلب عليها ولكن لو لم تكن هذه الأحكام اعتمادت لإددنا لأن هذه المسلحة مضاد للجماعة كانت تغير في مجالات أخرى ديل التنمية فهذا الإكرهة الأول الإكرهة التقل ديل الأحكام القضائية التي وردناها عن عدد من السنوات السابقة وحاقنا قراراً أننا لا يمكن أن نقوم بإعتداء مادي على أي ملك من الأملاك الغير لا يدوزوش فيه لا طريق لا يزنقى ما نبنيه فيه لا مشروع إلا إلى صفنة العقار دياله وبالتالي باش نضعه حد لهذا النزيف اللي عنده تأثيرات سلبية على كل حال على الميزانية ديال الجماعة كين أيضاً الميزانية ديال الجماعة بوحدها ممكنش تنديروا بها المشاريع الطموحة اللي بغينها فالمشاريع الطموحة تطلب أن تلقى شركة وحنا تنجري وتنقوم تنبلو وجود كبير باش نقوم شركة آخرين ثالثاً أيضاً كين عندنا المؤخراً المشكلة ديال كترة البعاء الجائلين في المدينة وفي هذا السياق هذا لا بدنانا القول حل لأن كترة البعاء الجائلين واحد شكل مهويل وكبير وغير معتاد فتنظرنا أنه لا يصرون كرئيس ولا يصرون كمكتب المجلس ولا يصرون كمجلس ولا يصرون المواطنين والمواطنين ذي التزديد لأنه عنده تأثير عنده آطار اجتماعية عنده سلبية عنده أيضاً آطار على النظافة ديال المدينة عنده واحدة عادة ديالآطار اللي ما بغيناش وبالتالي نبدأ أنه تطفل الجهود بيننا وبين السلطة المحلية من أجل أننا نلقوا حل هذه المعضلة ديال البعاء الجائلين والمجلس في هذه الدورة هذي درس إن شاء الله وتعالى هذي يخصص بعض الأماكن لتتبيتي البعاء الجائلين وإلا فبعض النوع من هذه التجارة ديال البعاء الجائلين نحن نعترف بها النسل التي يبيعون الخضروات للفواكه لللاح وغيره في الكاميوات وفي كوبات وفي وسط الطريق هذه نحن ما معطرفين بهم وما تنقبلهم وتنطلبون أن القانون يطبق مباشرة فحقهم أما النسل الخورين الذين يضيعون في الحال يفرش باشي التمع يردمي الأسرة لوليداته فهذا بالنسبة لنا سنحاولوا ما أمكننا أن نقولهم حلول ناجعة إن شاء الله في المستقبل القريب بالتعاون مع الجمعية التي تمثلهم وبالتعاون أيضا مع السلطات المحلية وجميع المتدخلين إن شاء الله في هذه السنة سيبدأ تنفيذ برنامج لتأهيل للمدينة العتيقة التي تزنيت بحيث نبدأ قريبا تجديد الشبكة لتطهير السائل تجديد كل للمدينة العتيقة وهذا المشروع سيدينا حوالي مليار ومئة مليون سنتيم كما أن الأشغال التي تهيئ الساحة الكوفة وهي ساحة تاريخية بالمدينة ستبدأ التهيئة لها كما أن الحديقة وما يحيط بها وجزء من شارع سيدي حبد الرحمة هو الأشغال التي تنطلق فيه لحديقة الزرقطوني والمحيط التي تنطلق فيه الأشغال بالإضافة بعض الشاركات التي درناها مع وزارة الأوقاف ومع وزارة تقافة ومع وزارة السكنة نكمل تهيئ الأصور للمدينة وأيضا تعطى تصفقة والشركة تعرفت تصفقة لما تدير الأشغال تهيئة شاملة بما فيها الأبراج وهذه الأبراج سنحاول ما يمكن نضعها رأينا إشارة الفنانين والفنانين للمدينة كما أن تهيئة الطرقات والأزيق للمدينة القديمة أيضا ستبدأ فإذا ستكون إن شاء الله هذه السنة المقبلة تهيئة شاملة المدينة القديمة بالإضافة لبعض المؤسسات التي ستفتحوها المعهد الموسيقي ستنتهي به الأشغال أيضا المركز السوسيو تقى في مورينبرغ بحي بوتاكورت المركز السوسيو تقى في بتمتغس وكالنادي النسوي الذي انتهت به أشغالي كليا والذي خاصة الأنجاز لكي يفتح الأموة أمام المستفيدات والمستفيدين في البداية سنة 2019 إلى غيرها من المشاريع التي لا يمكن نذكر جميع المشاريع حاليا توجد في المدينة تصدف الإنعيقات الدورة أكتوبر 2018 وهذه الدورة تقريبا حوالي 40 نقطة فيها عدد مهم من الشارع مع بعض القطاعات الحكومية مع المندوبية الإقليمية وزارة الصحة مع المديرية الإقليمية التعليم مع المديرية الإقليمية الشبابة والرياضة إلى غير ذلك وهي شاركة مهمة وشاركة أيضا مع المدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوسماسا ولكن أيضا بعض النقطة التي تنقش هي المصادقة على الميزانية 2019 والتي إن شاء الله ستكون لأول مرة ستجاوز الحاجز الميزانية سيصل المقترح المشروع الميزانية 7 مليون 500 مليون السنة الماضية بعدها نستطعنا في السنة الماضية أننا نفوت الحاجز 7 مليون هذا العام إن شاء الله سنضرب 7 مليون 500 مليون سنطيم ونضرب من برامج واحد العدد المشاريع المرتبطة بالبرنامج العمل الجامعة ونضرب ونضرب أيضا الفائد الحقيقي في بعض الحاجيات الملحة والمستعجلة التي تتهم تسيير والتدبير الجامعة وتنشكر لكم مرة أخرى على حضور ومارحبا في هذه المدينة تنسوا تتابعون على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والشراف في القناة والضغط على زر لجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد